الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبائي وأعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال أهلا بكم أينما كنتم ومرحبا بكم حيثما حللتم معكم محبكم الدكتور أحمد السلاموني متحدثا ومحاولا اليوم في برنامجنا الجميل صالون الصحة والجمال العلم علماني علم الدنيا وعلم الدين فعلماني للناس داغين عنهما علم الدين لأرواحهم وعلم الطب لأسقامهم ولأمراضهم يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين دعوني بداية أرحب بضيفتي الغالية العزيزة الجميلة المتقلقة الأستاذ الدكتورة شيماء فتح الباب استشار التغذية العلاجية وعلاج السمن والنحافة بمستشفى الشرطة بالعجوزة هذا الجمعية الأوروبية للتغذية العلاجية دبلومة التغذية العلاجية من معهد التغذية المصري دبلومة التغذية أسبن وزمالة الأوروبية للتغذية العلاجية فمرحبا دكتورة شايباء أهلا وسهلا مخضرتك يا دكتور أهلا بك نورتينا والنهاردة عزين بقى حلقة دا سيما بقى تكون خفيفة الظل سهلة الهضم خليها من كوليسترول على السادة المشاهدين إن شاء الله بإذن الله تعالى أول حاجة احنا دايما بنقول وأسفاه بنا يكونوا مش طالع علينا وفي اللي يقول لك أنا أصلا إيه ما بقولش خالص وبتعشاشي وللأسف وزني بزيد واللي يقول لك باكل كويس يا دكتور بس للأسف عندي أنيميا ودايخ وشي أصفر ومش قادر أتحرك ولاد يبقى في عندنا عادات مش عارفين هل العادات الغذائية دي الصحية دي سليمة ولا هي عادات سيئة طبعا للنهاردة الدكتورة شايباء هتوضح لنا العادات الصحية السليمة لغذاء سليم تفضلي دكتورة شايباء النهاردة هنتكلم عن العادات الغذائية الصحيحة اللي احنا نتبعها في الأكل وفي حياتنا عموما كل الناس دايما كل الموضوع الشائكة أنا عايزة أخس عايزة أزيد في الوزن عايزة إحنا النهاردة عايزين تبقى الحلقة مختلفة إن إحنا نتكلم إزاي نوصل لجسم كويس مناعة كويسة رشاقة أكتر صحة أفضل اللياقة أفضل بخلال الحاجات اللي احنا هنعملها ممكن نختصر الحاجات دي بطريقة مختصرة أنا بختصرهم دايما بقول دول خمس حاجات بيقدموننا المفتاح الزهر السادة المشاهدين ياريت وراء وقلم يكتبوا الخمس عادات والخمس حاجات اللي هتقولي لعليه الخمس نصائح اللي هنقول عليهم دول دول أنا بمثلهم إن أنا طلع سلم خمس درجات سلم كل ما بقف على درجة سلم بحيث إن أنا عملت نجاح هطلع هيبقى حصلت على المفتاح ده أنا بسميه كده المفتاح الزهري هقدر أفتح بيه الباب باب ده هنقول علي باب الصحة والجمال الصحة والجمال بيترحب بيك يا دكتور بني بارك حضرتك يا ده هنقولي الخمس حاجات كده وممكن نتكلم كده عن كل واحد شوية باستفاضة شوية نبدأ الأول إن إحنا أهمية المياه في حياتنا ده شيء ضروري جد لا سوالي قبل من عد النقطة دي نتكلم بكلام بسيط أنا أعرف على المياه دي إنها عادة صحية سليمة فعلا تسعين في المية من وزن الإنسان عبارة عن مية حاجة تانية القرآن ما فرقنا في الكتاب وجعلنا من الماء كل شيء حي وبعدين الشاعر المشهور اللي بيقولك عجبي على أقوام يغسلون وجوههم ولا يغسلون أمعاهم وكلاهم الكلة رحة المية حدسينا بقى باستفاضة على المية دكتور أشينا المية هي روح الإنسان روح الإنسان بمعنى إن المية بتخش في كل الوظائف الحيوية في جسم الإنسان فهي مهمة جدا المية هتقينا من حصوات الكلة زي ما حضرتك قلت المية هتنظف الأمعاء والقولون بتاعتنا يعني إحنا المية دي شيء ضروري جدا المية دي روحنا في كل حاجة روح الإنسان روح الإنسان في كل حاجة لو شوية الواحد المية يعني ما خدش كمية مية كافية من اليوم أول حاجة بيشتكي منها مش قيد أنا دمائم صدعة أنا تعبان طبعا الناس للأسف الضغط بيوتى فالناس للأسف بتلجأ لا ده أنا ده أنا سكاري واطي وهم مش فاهمين إن هو كده ضغطهم واطي هم محتاجين كميات مية كفاية يوميا ياخدوها و بحيث كده إن الضغط في جسم الإنسان يفضل عند مستوى معين اللي هو الضغط الطبيعي بتاعنا ما يحسش بأعراض الصدع ما يحسش بأعراض الدوخة الأعراض اللي كل بيشتكي منها وبيفتكر إن هو يحتاج المية اللي في الأخل ده ده هقولك الحالة اللي جيلة قوي قوي في الأبحاث العالمية اللي اتعاملت لقيوا إن الهايبو سالمس منطقة المخ بتبعت إشارة في حالة الجوع هي نفس الإشارة اللي بتتبعت في حالة العطش فهنا بنقول للناس الصمناء بالذات الدخال اللي عايزين يخصوا شوية بدل ما تاكل اشرب مية نفس الإشارة واحد لو شرب المية مركز المخ اللي موجود فيه مركز الهايبو سالمس هيقول إن هو خلاص شيب خش على المفتاح التالي تأثير المطيبة للنهاردة عايزين بقى نتكلم على حاجات كتيرة طيب نقول حاجة صغيرة كمان على المية قبل ما نعديها إحنا لو كل واحد بس هي مش عايزين نقول استنبا ونعممها من 2 ل 3 لتر يوميا لا خالص المفروض حسب وزن جسمك هتتحسب كمية المية اللي انت هتاخدها الأكل اللي احنا بنكله في المية ندي نسال بس للدكتورة بعد نديك واحد وزده 70 كيلو واحد وزده 70 كيلو يبقى هو محتاج مية يعني احنا بنقول كده من 30 ل 35 ملي لكل كيلو جرام من وزد ما هو معرفش هتحسب كم كوباية كم إزازة صغيرة هيحتاجت من لتر ونص هيحتاجت من لتر ونص الطريقة الصحيحة بقى لشرب المية الطريقة الصحيحة لشرب المية طيب احنا دايما كده يعني بنقول لأي حد بيجي يتابع عندنا في العيادة بيبقى عايز يعني المية دي عايز تخص اشرب مية عايز تدخن اشرب مية عايز يعني تتعالج من جميع اي اعراض خلاص بالوقت ان التغذية العلاجية بقى الناس عندها امراض كبد امراض كلا جايين يتابعوا تغذية مش موضوع ان انا حد عايزي خصة وعايزي تخن بس اشرب مية انا يعني دايما كده بنقول عشان نفكر الناس كل ساعة اخد كبات مية حتى لو كانت مثلا اكل لاني بعد رسولك ايه انا هشرب مية بعد الاكل بيعامل لكيرشي بقى ويعمل لك بطن ويعمل كيرشي وكده معلومة صحيحة ولا هي مش مش على المطلق يعني يعني ما قدرش اقول كده خالص بس الفكرة كلها ان شرب المية مع الاكل في ناس ما بتقدرش تاكل غير لما يعني تملع ببقى المية بس الفكرة كلها ان شرب المية هياخد حجم من المعد المية هتتصرف بسرعة يعني يمكنني قلت يدبيس معدة الطريقة الطبيعية بسيطة كده ممكن بس العيق يعني تتخذ ممكن قبل الاكل بحوالي ربع ساعة قبل الاكل الطريقة قبل الاكل ورسولك الطريقة قبل الاكل اشرب شوية بيخلي حاجسي نفسه وصالة على ربنا صلى الله عليه بحسب ان ادم القيمات يقومن صلبه فان كان لبدا فعلا فثلث لطعابه وثلث لشرابه وثلث لنفسه بالضط لكن الفكرة كلها ان الناس اللي ما عندناش للنفس وعندناش تقفة النفس الناس بتشرب فالفكرة كلها ان المية هتنزل بسرعة فالانسان هيجوع بسرعة بسرعة فاحنا عشان كده دايما بنقول لا خليك خلاص كل واشبع كل خضار وكل فكأ يعني هتستفيد بالمية اللي فيها وبعد ما تخلص والدنيا تمام محتاج تشرب مية اشرب مية بعد الاكل بحب اشرب مية السلمة التانية السلمة التانية ان احنا عايزين نقسم وجبتنا لازم وجبتنا انا مش طول ما انا قاعد عمال اكل حتى لو اكل صحي يعني مش كل شي اكل فص يستفنديا حتة بورتقناي موز انا باكل يا دكتور اكل صحي لا ماشي ما هو اكل صحي بس هو مش عمال على بطة ولا ان في انا لما باخد اكل ده في سكر بيطلع في الدم في الانسولين بيطلع الانسولين بيطلع الكم صح هل في الكم الانسولين بيطلع الطريقة يعني هو الكم والنوع ما ينفعش طول ما انا قاعد اكل سواء اكل صحي او غلط الانسولين بتبقى مفتوحة للأكل اوي يعني انت عارفة ده شهوة الاكل دي فضيح دي فايدت بقى اول سلمة اللي فاتت اللي احنا قلنا عليها المية المية لو انا شربت مية كل ساعة هتقل كمية الاكل هقل كمية الاكل اللي هكل تمام فدي هتفيد في نزول الوزن او الحفاظ على العادات الغذائية بتاعي ممتاز فانا على الاقل ان انا قسمت واجباتي من كل ساعتين لتلات ساعات على الاقل حاجة في النص هاشرب كباتين مية هاشرب هاشرب سوال دافية هكمل بيها احتياجاتي من المية هل قسمت ممكن نقسم الوجبات على تلات واجبات في اليوم او اربع واجبات او خمس واجبات مثلا انا دايما بقول كل واحد حسب يوم وماشي ازاي عاصفين في نسبة تقولك يا دكتورة انا عندي شغل يعني ببعرفش قدرات ده والمدارس الصبح يقولك اصدر ما بفترش مش هينف ما هي ده اللي احنا بنتكلم فيه تقسيم الوجبات خلاص انا هعمل ايه لازم لازم يقع فيه واجبة فطار واجبة غدا واجبة عشر واجبة بين الفطار والغدا واجبة بين الغدا والعشر مش على المطلق برضو الوجبات يسمعها واجبات بيني بالضبط الاسناك بتاعه مش برضو على المطلق بتاعي بمعنى افرد انا واحد يعني بياخد وقت قليل بس هو المتاح اللي هو هيكل فيه تمام هيبينام عدد ساعات في النص ويصحى تاني يصحى يقدر يكمل خمس واجبات فيه عيانين مرضى يعني برضو على حسب كل حالة كل واحد مرضى الكبد بنضطر نديهم واجبات بعد العشا وقب أو وقب أو وقب أو يعني الناس ما هي احنا قلنا بقى عشان حسب ما على حسب بقى كل واحد وحالته الصحية وحالته الصحية اه العيان اللي بياخد انسولين ما هو لازم يعني فالدنيا ما بتتخذش على المطلق عشان كده قلنا ما هيش ورقة يعني ورقة وقلم وكل بيكتب تفصيلة لكل واحد يعني نصيحنا المختصر في السلمة رقم اتنين ان نقول ما نكونش ملزة وطابة وسهلا له اللعابة لكن نعمل عملية تنظيم للأكل بتاعنا السلمة التالتة السلمة التالتة نوعية الأكل بقى النوع يعني احنا قلنا هنا كده الكم نحنا هنقسمهم نقسمهم على خمس واجبات بالضبط نيجي بقى للنوع لازم أكلنا يكون محتوي على كل المجموعات الغذائية ما هاعجين بقى المجموعات الغذائية المجموعات الغذائية المجموعات الغذائية المجموعات الغذائية اللي منها الخضار والفاكهة ونتكلم بقى عن كل واحدة كده النشويات البروتينات تمام البوكوليات دلوقتي بقت في مجموعة الغذائية الوحدها والألبان والزبات تمام ده اللي منقول عليه الهرم الغذائي بالزبط كده الهرب الغزائي تمام الهرب الغزائي بالزبط بعد أن نخرجش بره الهرب الغزائي بتاعنا ما نخرجش ونختار بقى نواية الأكل بوية حضرتك السؤال هيسأله السادة المشاهدين دلوقتي ما أنا مش فهم يعنيه هرب الغزائي ومش فهم يعنيه نشوياته بقول أنا عايز أكل أكل متوازن عايزين مثال بقى الوجبة كامل النهار ندي مثال لكل نوع كده وهو الفارد ممكن يعمل تبادل للمجموعات الغزائية يعني المجموعة واحدة فيها كذا بادل فإحنا ممكن نشيل ده ونحط ده خلص طب ندينا مثال ندينا مثال المجموعة النشويات تمام العيش والرز المكارونة البطاطس البطاطا ممتاز يعني ياخد صنفي من الخمسة دول على حسب بقى وزنه إحنا بنتكلم على العداد كاتوتل مش عايز أقول يقصد ياخد صنفي واحد مش كمية مش هياخد كمية بالزبط يعني إفرد هو مثلا حابب يقسم هيحتاج مثلا أربع وحدات في اليوم أربع وحدات بقى خد مثلا أتنين منهم عيش يكمل بقى واحدة بطاطس وواحدة بطاطا ما شوي في بليل آه في بليلة عشان ما يحصلش بلل أو زهر بالزبط هو ده اللي بيحصل وفي نفس الوقت نختار نوعية النشويات المعقدة يعني العيش الفين والعيش الشامي دي كلها حاجات سهلة هاكلها آه ماشي نفسي فيها بس المشكلة أنا هجوع بعد شوي لأن السكر هيعلى فالإنسولين هيدخلوا الخلايا هبدأ أجوع تاني وهو ده اللي احنا مش عايزين وفكرة النشويات المعقدة هتاخد وقت أطول على ما تتحرق فيبدأ الإنسان يفضل حاسس بالشبع فترة طويلة مستوى السكر في الدم يفضل يعني الكيرف بتاعه كويس مابتليش أتنبه لأ ده نجع عين لأ أنا عايزي تخليني بقى في حاجة قبل ما نعديها النقطة دي نخش على السلمة التالتة هنتكلم أو على الوعى الأغذية نتكلم بقى في ناس بتقولك في حاجة اسمها مقاومة الإنسلين مدى فتحت سكت بقى الإنسلين وبقى مضبوط مع الإيه مع ده شويات المعقدة ماشي إذا ذكرت فعلا ده شويات المعقدة ذكرت في ناس كتير بتعرفش عن إيه مقاومة الإنسلين يقولك أنا باخد علاجي وباكل كويس ونزبط آكلي وباخد الإنسلين وفي الآخر برضي سكري عالي سكري عالي مقاومة الإنسلين دي نتكلم عنها كده سريعا دي عايزة لها حلقات وحلقات بس هنقولها باختصار يعني ونشرح للسادة المشاهدين بطريقة بسيطة وسهلة إن الخلايا في الدهون خلايا الدهونية والخلايا في العضلات وخلايا الكبد مش قادرة تستجيب يعني مش قادرة تستخدم الإنسلين ده كأنه يدخل السكر جوه الخلايا ونستفيد به كطاقة يعني السكر ده مصدر الطاقة الجوليكوس بتاعي تمام فأنا إيه اللي بيحصل هتفضل الخلايا في البنكرياس هتفضل تطلع إنسلين تطلع إنسلين هترهق واتطعب ممكن تاخد شهور سنين 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 اللي بيحصل يعني إنسلين ملهوش فايدة بقى أنا صح ممكن يكون آه موجود عندي إنسلين بس لأسف ملهوش عمل مش عارف أستغل مش عارف أستغل دعيب في الإنسلين نفسه ولا في الرسيبتور في الرسيبتور يعني بالضبط كي آه دي بقى يعني بيبقى أسبابها كتيرة يعني أسبابها كتيرة نقول دايما الوزن الزائد الوزن الزائد والسمنة يعني سواء معدل لسه الكتلة الجسم بردي صدق النفس صلى الله عليه وسلم البردة أصله كل دا المعدة بيته الدائي أطبع والبردة أصله كل دا السمنة والبدانات فضلك تمام فهنقول السمنة زيادة الوزن محيط الوسط بتاعي ما يبقاش المحيط الخاصر أيوة بالضبط كده بيبقى في طب داي أسر على الاسم الإنسولين يا فهمي أطبعني أسر ما يقولي دي دهون دهون فالدهون دي يعني هي دي السبب دينا الدهون متوزع في أماكن كتيرة يعني في دهون على الكابل وفي دهون تحت القلب ودهون فوق الكلا ودهون في الأرداف ودهون في الصدر أخطر سمنة هي السمنة اللي في منطقة البطن البطن دي بتأسر على البنك رياز دي بتأسر بقى ما أنا هو أضفرز إنسولين تاني أنا مش قادر إن أنا أستفيد بي دي حاجة كمان معدل الدهون بيعلى في جسمي اللي هو هرمو الـ HDL اللي هو الكوليستيرول النافع اللي الناس بتقول عليه اللي هو متخفض الكسافة ده لو الـ HDL اللي هو العلي الكسافة العلي الكسافة كسافة بـ L ده لو الـ LDL اللي هو واط الكسافة بيزيد بالضبط الـ HDL ده لو لقيته أقل من 50 في الرجال وأقل من 50 في السيدات وأقل من 40 في الرجال تمام فأنا ده لازم أحافظ عليه اللي أحافظ عليه ده منين اللي إحنا هنقول إن شاء الله سلما اللي جاية الرياضة هيعلي الـ HDL معي طب إحنا نخلصنا كمانات في الـ HDL خشي عن الرياضة بقيت كلمة عن الرياضة بس قبل ما تكلم عن الرياضة أنا عندي معلومة جميلة جدا جدا كان دايما إيه بقى حتى ما قلت سيدنا عمر علمه أولادكم إيه السباحة ورماية ورماية ورقوب الخير ما هذه الرياضة وما الرياضة عبارة عن إيه وفعلا كان فيه مسأل شعبي سئة جدا جدا بألوف القرى والفلاحين تركت الرياضة في صغري فتركتني في قهولتي أيه طب فرياضة يعني عايز أقولك إيه ده بدرجة إن عمره بحث في جامعة من سلفانيا تمام ليقوا إن الناس اللي بتمارس رياضة المخ بتاعهم نشط بتنشط المخ وليقوا إن التصوير بالMRI اللي هو الأشعة فوق البنافسجية والمغناطسية صورت العقل بتاع إنسان بمالس رياضة مضيء وصوره العقل المبارسة رياضة خالص مطفي ظلمة يعني حتى بيقول كلمين بقى عن الرياضة باستفادة عشان السادة المشاهدين تمام الرياضة بقى دي دي أهم حاجة يعني أنا باعتبرها مع المية دول أساس كل حاجة دي أول حاجة هتقللي مقومة الإنسولين اللي عندي الرياضة بالضبط هتقللي جدا جدا مقومة الإنسولين يعني مقومة الإنسولين أثبتت أن الرياضة ونزول الوزن يعني مش الرياضة لوحدها ولا نزول الوزن الوحد الاثنين مع بعض رياضة ونزول الوزن 10% من كتلة الجسم يعني من الوزن الأساسي دا بيحسن جدا مقومة الإنسولين ممتاز إن أنا أختار نوعية أكل اللي هي الحاجات قلنا نشوائيات المعقدة عندما اتكلمنا قلنا الخضار والفكهة لو نحب نرجع تاني نتكلم عليها دي برضو من أحد الأسباب اللي هتحسن لمقاومة الإنسولين إيه فايدة الرياضة بقى الرياضة هتعزز مناعة الجسم هتعزز مناعة الجسم يعني الناس دلوقتي اللي خافوا بالكورونا نقول لهم يمشوا رياضة نقول لهم طبعا يلعبوا رياضة مناعة الجسم هتزود الدورة الدموية زي ما حالك قلت كده الناس يعني دايما بيقولوا الناس الأكثر ذكاء هم الناس اللي بعبوا رياضة دلوقتي من أحد المقاومة الإنسولين لقوها دلوقتي مرتبطة بأمراض اللي هو المنتل اللي هي حاجات زي الزهايمر تزيز معقولة؟ الزهايمر مع المقاومة الإنسولين ده بيؤدل ده ده بيؤدل ده هي سلسلة في بعضها تمام الرياضة هتعمل أولا يعني أحد كل الحاجات أنا وزني ثابت أنا مش بخس أنا وقفت أنا خلو أنا عايز أتخن ده هيصلحوا الرياضة لأن الرياضة بتزود سوالي معدي في النقطة الحساسة دي عايز أخس ألعب رياضة عايز أتخن ألعب رياضة الزهاي إزاي؟ سلحزوا حدي الرياضة أنا بزود الكتلة العضلية لما هزود الكتلة العضلية في جسمي هبتدي هحرق بالضبط هبتدي هحرق الدهون اللي عندي فالإنسان اللي هو عنده سمنة أو عنده زيادة في الوزن ده هيبتدي خس معدل يعني زي ما بيقول كده الناس أنا عايز حاجة تعلي الحرق بتاعتي مفيش حاجة تعلي الحرق في الدنيا إلا حاجة واحدة الرياضة أنا خلاص أنا خدت كميات أكل أنا جسمي متعود إن هو ياخد كميات الأكل دي زي في الصيام إحنا مثلا نشوف الناس في الصيام رمضان إيه اللي بيحصل؟ أول أسبوع كل الناس بتخس حاجة بيتخل ودي نلاحظها أنا أملك حلقة في رمضان إن شاء الله نتكلم فيها بقى العادات السليمة الصحية في رمضان بقى إن شاء الله فهنلاقي كل الناس بتخس في أول أسبوع ده طبيعي جد أنا فجأة واحدة باكل كميات أكل رهيبة و3,000 و4,000 و5,000 سوع قللت مش بسبب إن أنا قللت بعمل دايت قللت عشان أنا مقلل المسافة المسافة اللي أنا باكل فيها الوقت أنا صايم من الفجر لغاية المغرب من 12 إلى 16 ساعة بس طول الفطرة دي كلها صيام فخلاص قال طيب بعد الأسبوع إيه اللي بيحصل؟ الجسم تعود إن هو هياخد الكميات دي خلاص هصحى من النوم هفطر يعني همارس حياتي وهروح شغلي والدنيا تمام وهحس شوية بإرهاق تعب خلاص تعود هاجي عند صلاة المغرب هاكل خلاص الجسم تعود على كمية الأكل دي ابتدى يحرق على كميات والسعرات الحرائلة اللي أنا باخد في الوقت الداية في الوقت الداية طب إحنا ما كملناش باقي فوائد الرياضة باقي تاني تمام تاني حاجة يعني مهمة جدا أنا عايزة أزيج في الوزن برضو هلعب رياضة ما الرياضة هتزود لك كتلة العضلية تمام الرياضة هتبدأ أن أنا هزود الكتلة العضلية هروح هاكل بروتين أكتر هجوع هاخد مجموعة صورات حرارية بالضبط هيبقى أكتر تمام الرياضة هتقوي المفاصل هتشد عضلات الجسم كلها تمام أي حد هيعاني من أي حاجة في الفقرات أي حاجة من يعني من تقول لجسمه أنا مش قادر أتحرك أنا مش قادر أمشي طول ما أنت هتلعب رياضة طول ما أنت وزنك هينزل أكتر طول ما أنت هتقدر تمشي أكتر فكل الحاجات دي هتتعالك كلام جميل بيقوله الدكتورة شاماء النهاردة عن فوائد الرياضة كلهنا من الصبح إن شاء الله هلمارس الرياضة تقوية العضلات تقوية المفاصل تقوية الزكرة حرق مناطق معينة البطن والأرداف ما يكونش غير عن طريق الرياضة الناس طبعا اللي عندها مقاومة الإنسولين قال لك يمارس الرياضة الناس السمناء يعني مش السمناء بس إن هو بس يخس لا ده يخس ويمارس الرياضة هيخلي مقاومة الإنسولين بالنسبة له سهلة جدا 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 يخش على السليمة الرابعة تمام هقول هنت بس بسيط على حيات تبقى لإيه المناطق المختلفة في الجسم عشان ما حبش أعدي حاجة جداير لما أدي إيه نقطة كده صغيرة فيه الرياضة فعلا أنا أحد عنده منطقة البطن أنا بقول له إلعب رياضة ما هو أصلا ما فيش ريجيم هيخسس أنا عايزة ريجيم منطقة البطن ريجيم الأرداف ريجيم الكتفين لا هو ريجيم أنت هتخس كله كل ده كلام البطن هتنزل لا وفي حاجة تانية يا دكتورة بعد إيه نحناتك بيقولك بعض أنواع الكريمات اللي بتخصبت اللي زرو كافيتشن أنا أتحفز كبير عليه طبعا بشكل بما أنا طبعا لأننا طبعا من الناس اللي إيه أجين استداءة وضد الموضوع ده لأن دخلت في أبحاث عالمية بالنسباله لأن الخلية الدهنية بعد ما بتتكسر بتحول إلى مادة اسمها آسيتون وكيتون مادة الكيتون لها خاصية حمضية ترجع أحجامها تاني بعد ست شهور مادة الآسيتون مركب غير عدوي لا يستطيع الجسم التخلص إلا من 30% فقط منه وال70% بتدخل على الكلاة بتعمل حاجة اسمها رينا مش فشل لكن ضعف في الكلاة ممكن يؤدي إلى الفشل الكلاوي طب ومادة الكيتون برضي بتروح فيهم بعد كده بتترسب في البنكرياس تعمل لي سكر تترسب في الشريم وتعمل الجلطات عشان كده احنا بنقول الرياضة أهم ليه أدفع من صحيتي أكتر مدام ممكن أدفع أقل ممكن أنزل جيم أزود العضلات في المنطقة دي طب برضي قبل ما ننزل جيم هنتكلم بعض الناس يقولك أنا مامشي كل يوم نصف ساعة هل ده بيفيد؟ طيب ده بيفيد جد جد احنا قلنا فاكرين لو احنا كنا بنتكلم عن قومة الإنسولين قلنا عايزين نعلي الـ HDL تمام احنا عايزين نعلي هيعلب الرياضة هافتح سكك تانية للقلب يعني دايما كده لو نشوف عندنا أي مريض قلب هافتح لك سكك القلب كويسة في جامعة جورجي واشنطن كان فيه مريض قلب عنده انسداد في الشريم وكان داخل يعمل عملية open heart قلبي مفتوح تمام خليوه يمارس رياضة كل يوم مع العسل طبعا اللي فيه شفاء للناس مع الليمون كل يوم ومية سخنة لمدة شهر كامل عملو له أشياء مقطعية تانية عشان المعلوب له هاتفتحت بسبب فضل الله ثم الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة فخلاص احنا كده وفتحت لك القلب دلا ده خلاص احنا جده آفلنا خلاص نش يح hungess دانية عند قولنا سلم الخامس تمام احنا كده خلنا عئسلم الخامسة اخر خلاص سلم خالص انا الفتح بقى ونفتح انا فتح بقى خلاص المفتاح بقى باب السحة والجمال انا فتح وخلاص آخر حاجة خالص نظافة الفم مش احنا قلنا المعدة بيت الداء استنين استنين ده انت لسه قريب احسن بارح هل ستصبح السمنة السمنة معادية بسبب عدم غسيل الفم اقولك اغسل سنانك وإلا ستصاب بالسمنة لا ده نستغراب فقالت البحث لقيت انه فيه نوعين من الفيروس حاجة اسمها A37 A37 وA36 وA35 مسؤولين عن السمنة بينتجوا عن ترسبات في داخل الفم لعدم نظافة كلمينا بقى عن نظافة الفم مش احنا قلنا المعدة بيت الداء البعد بيت طيب بس خلاص الطريق للمعدة الفم فاحافظ على نظافة فم دي مهمة جدا استخدم فرشة الاسنان استخدم الخط الطبي ده مهم جدا الخط الطبي ده عشان بينظف الاسنان بوافل الخط الطبي ده خيط بيجاب من الصيدلية لو فيه فوارق بين الاسنان بين الدروس وبعضها ده مهم جدا 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 لنظافة الاسنان هيشيل الروائح الكريهة يعني ممكن يلينا عند دكتور الاسنان ما روش ينظف اسنان ولا ده حاجة تانية ده رزق بقى يعني لو حد جارله حاجة هيروح له خلاص يعني فالقصة كلها ان نظافة الفم دي مهمة جدا فطريات في ناس كتير جدا جدا بتشتكي انا عندي طعم وحش في بقى رائحة الفم كريهة بتكرع كتير نبص كده شكوى والناس تقولها عايزة تبقى حاجة بسيطة طب معايش خريك افتحي بقك نلاقي اللسان شديد البيض عزيفة رياض في الفم لازم تتعالج على حسب بقى شدتها بحاجة موضعية او هناخد حاجة ايه سيستاميك للجسم كل فالقصة كلها ان انا هبدأ من عند نظافة الفم دي اهم حاجة طيب في حاجات دلوقتي ابحاسة عملت يعني طلع كده بإعلاقة القرفة بنظافة الفم القرفة لها دور قوي جدا 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 نظافة الفم سده ماشيلي عزي عرف بتعمل ايه بقى القرفة ابسطها اللبان بالقرفة لبان بالقرفة يعني ابسطها الناس ده بتجاهز ولا بتعمل في البيت اه اللبان بالقرفة بيتباع في السوبر ماركت العادي يعني بيتباع دلوقتي الصيدليات حتى بيتباع اللبان اه دلوقتي يدخلش اي صيدليات لقي كل انواع اللبان فاحنا القرفة دي بتخلي ريحة البق حلوة بتقدي على البكتيريا اللي في البق فالناس اللي ما بتقدرش تشرب مشروبات قرفة كده يعني عندها مشاكل في المعدة مشاكل في القولون في الضغط بالضبط كده فنقدر نشرب ناكل اللبان ده هيحسن جدا جدا البكتيريا اللي في الفم وهيقضي عليها في أبحاث كتير جدا طلعت بك تمام وكده احنا خلاص وصلنا للهدف بتاعنا باب الصحة باب الصحة انا دايما بقول الخمس حاجات دول المفتاح الزاكي انا مسك المفتاح بأيدي افتكر الخمس حاجات طول ما انا ماشي افتكرهم منسهمش لان هما دول اساس الحياة طيب انا دلوقتي مثلا مريض سمنة طيب انا مش قادر اروح اعمل دايت مش عايز مش قادر خلاص ابدأ بالخمس حاجات والناس بلت اللي ترشي مأمني دايت يعني كل واحد يقولك انا مش هعط طول عمري اعمل دايت واخس وارجعتين هو طبيعي هيخس يعني احنا مش بنلازم يعني ثقافة خلاص دلوقتي الناس ثقافة النت والسوشيال ميديا والناس بتقرأ خلاص الناس كلها بقت عارفة وفهمة بغض النظر عن فيه مفاهيم خاطئة كتيرة او حاجات غلط احنا بنحاول يعني نصححها للناس الفكرة كلها ان الواحد لو التزم بالخمس حاجات هيخس الواحده حتى هيتمتع بجسد بيأكل اكل صحي مش بيأكل اكل يزود الدهون والشيحون على الجسم بيأكل خضار هاكل فاكهة هاكل بروتين البروتين دا اساس ان انا زود المناعة اللي عندي الخضار والفاكهة احاول اخليهم كلهم الوان هنتكلم عن المناعة دلوقتي هنتكلم عن المناعة دلوقتي على المستوى والناس كلها اصابها الهلع والخلع والحاجة فوق الخيال طبعا انا بحبتها ها طمن السادة المشاهدين الحمد لله مش هنقول مصر خالية لا الفيروس موجود في كل مكان ميكروبات في حوالي 4000 ميكرو اورجنيز حوالينا في كل حتة ربنا دي خلقها وحاجات موجودة احنا مقاومة جسمنا لها هو دا المهم ازاي احنا نقدن مقاومة الجسم اه موجود وللعلم اخر بحث يتعامل حاليا ونسه قريب خالص خالص قالوا انه نسبة الوفيات من الكورونا اقل من نسبة الانفلوانزة العادية بس الناس خايفة شوية ومرعوبة لكن بنطمن السادة المشاهدين ياريت 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 نقوي جهاز المناعة بتاعنا دا اعتبر الحائط الاول او الصد الاول الوجهة الاولى منطقة الدفاع الاولى في جسم الانسان مش ضد فقط الكورونا ولا السارس والفلوانزة الخنزير وانفلزة الطيور ولا المايكرو اورجنيزم المالية الدنيا كلها وليفوتنا طبعا احنا النهاردة معنا الضيفة العزيزة الغالية بروفيسير انا بقول عليها بروفيسير التغذية العالجية الدكتورة شايماء هتكلمنا بقى ازاي نعمل حاجات في بيوتنا بسيطة من اطعمة واغذية نقوي جهاز المناعة بتاعنا نخش بقى عشان الناس اللي خايفة من ايه من وبيش حياتك عادي وبيش جاب اللي عنده كورونا واللي ما عندهش كورونا وفيروس زي اي فيروس تاني احنا بس واسفاء مهولين شوية بعض الناس او الدول العالمية عندهم عادات سيئة زورت عندهم الانفكشن او العدوى اكتر احنا العادات دي احنا عندنا نظافة شخصية اللي قال عليها نبي صلى الله خمس مرات في الوضوء بنغسل وشنا وايدينا ممكن ما يغسلش وشه مرة في اليوم او يغسلش رجليه ولا ايديه مرة في اليوم اكل الحياني عندهم بعض الانواع الاكلات اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها علينا كمسلمين ما نروحش نعيتها وناكلها دي ممكن هي اللي بتنقل الفيروس زي ما احنا عرفنا بعض الحاجات فدي في حد ذاتها سبحان الله نظافة حتى النبي قال النظافة من الايمان يعني احنا عندنا نظافة في الاسلام بتقينا من حوالي خمسين في المية من المايكروبات والفيروس النظافة الشخصية بس النظافة الشخصية بتاعت الاسلام اللي امرنا بيها النبي صلى الله عليه وسلم فبعد كلمينا بعد الاغذية والاطعمة والعادات الحسنة للناس خيفة على أولادها من الكورونا وخيفة عليهم عايزين بقى السادة المشاهدين خلوا بقالهم معا طيب انا نحب نقول الاول نطمن الناس يعني انا بطمنهم حقيقي ان الكورونا ده هو فيروس ضعيف من الاخر يعني دايما كل اساتنا كده يا فندم ده بموت من اشعة الشمس ونوع الترق بموت فهو فيروس ضعيف فاحنا ان شاء الله نتمن نطمن نعمل معاملة فيروس الان في الوانس طب انا جاي لنا سؤال بقى انا دفضل 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 انا دفض من نجاح لنجاح يا رب يا رب ان شاء الله تفضل طب قول استفسارك لا انا كنت محكاك بس سلم عليك ومسخ عليك شكرا شكرا لك يا أستاذ محمد شكرا لزوءك يا فندم وتابعنا بقى تشوف الأغزية المهمة جدا في ايه في الوقاية من مرض كورونا اللي عامل رعب مع العالم كله لكن سبحانه وتعالى ربنا لك فالله خير وحافظا وهو أرحم ورحمين تفضل يا دكتور عدم موجود أسئلة ده حاجة يدل على نجاح الحلقة ويدل على نجاح المحاور كمان يعني بتتكلم بصوت الجمهور الحلقة نتحب وقت حضرتك معنا يعني أنا استفدت كتير قوي من الكلام اللي حضرتك بتقولي اتفضل احنا دلوقتي قلنا الفيروس ضعيف ما نخافش منه أول حاجة في الوقاية هنتكلم على شقين هنتكلم عن الأغزية والمناعة وهنتكلم عن النظافة يعني بس هنوعي كده الناس بسرعة حاجة بسيطة نعمل معاملة مكالمة تانية هوا من الأستاذ أحمد اتفضل يا أستاذ أحمد السلام عليكم عليكم السلام عليكم أهلا بركاته أهلا بيك أهلا بحضرتك أولا برشت لحضراتك على المعلومات الغزائي اللي حرف أزدموها الشكر الله سمليك يا أستاذ أحمد لزوءك يا فند عندي يا فند نفس السؤال يا ريت دكتور تجوز تفضل أنا كان وزني 145 كيلو تمام تمام ادرت أن أنا أنزل من الوزن حتى موصولك 90 كيلو أنا طولي 185 وزنك تانية أستاذ أحمد معي وزنك 145 وطولك 178 طولي 185 185 تمام أنا نزلت من الوزن نزلت تسهيل حتى لما وصلت 90 كيلو تمام مع عمليات سمنة ولا نزلنا نزلت أزاي يا أستاذ أحمد قولينا كده المشكلة أنني نزلت بقى عن طريق الحرمان أنني نزلت الأكل جامد فنزلت لحد وزن 90 يعني تحت إشراف طبيب ولا لوحدك مع نفسك آآ آآ الواحدة آآ آآ ماها مشكلة يا أستاذ أحمد لما تنزل لوحدك معلش ما تزعلش أنت بتنزل من أساسيات جسمك اللي هي اللحم والدم والجلد والعضلات والسوائل فممكن تصب بتلت حاجات مش كويسة تراهلات رقم واحد تمام فاقد في سوايلك رقم اثنين تعارف إنه 50% من وزن الجسم دهون الكلا والكبد منايمين على دهون فنزول كمية كبيرة من الدهون دي آآ فضل حضرتك أنا حاليا يعني جسمانيا الحمد لله حمد لله الرياضة الرياضة بس ده بقى إبقى أنت اسمعت نصيح الدكتورة شايماء بقى آآ تمام طب برضي أنصحك تشوف طبيب برضي يتابع معك أحسن عشان تنزل صح طب المشكلة إيه؟ آآ أنا دلوقتي بقى عندي حالة من الفوجية إن أنا دلوقتي خايف إن أنا أزيد في الوزن فبرة طول الوزن أنا ملس في الأكل بلس الأكل يعني الطريقة جامدة طب في أسئلة تانية غير الخوف في أسئلة تانية غير الفوية والدكتورة شايماء تتفضل تجاوبك على السؤال ده المشكلة التانية إن أنا بفزي الرياضة بشكل غير طبيعي أنا ممكن أمس الرياضة في اليوم خلال ثلاث ساعات يومية خوفا من أنا أزيد في الوزن فأنا عايز بس نسبة وتناسب بين النظام الهزائي وعلى ثلاث ساعات الرياضة بس طب أنا بس أستأذينه في كومنتي مش إجابة للسؤال هو فعلا أنا عايز أقولك بس مورسة الرياضة ثلاث ساعات في اليوم عشان خيف ترجع تانية دي صعبة أوي 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 وده إرهاق العضلات والقلب والجسم كله ودائما بنقول قريل دائم خير من كثير منقطع لو ساعة كل يبقى ولو ساعة أفضل طب إحنا عندنا سؤال تاني مع محمد سيد محمد سيد محمد شكرا لاتصالك واسمع الإجابة مع الدكتورة شايماء جاوبية دكتورة شايماء طيب هو مش عايز أدايقه مش عايز أدايقه بس هو إحنا هنا في الحالة دي في الحالة دي لازم استشار الطبيب نفسي لا مش نفسي ولا تغذيهم بنتوا بتعملوا أي ده جزء جدا بنعودهم وكل حاجة بس إحنا كلنا يعني تيم واحد يعني ما بتفرقش ودايما دايما حالات أغلب الحالات أنا بقولك أنا عايز أخيص مش عايزة ما عنديش اكتئاب ولا عندي أنا عايز أخيص ما هو بتوصل لدربي لا خوبيا إنه يرجع تاني ما هو دي القص إن أنا خسيت ونزلت وخسيت في الوزن وده غلطة عشان هو قال مع نفسه هو لو كان راح إحنا جزء كبير جدا جدا يعني إحنا كلام يعني خلينا بس متفقين أنا 90% من شغلي مع لو حد عايز ينزل هو كلام هقنعه إنه هو يعمل العادات الغذائية وهقنعه إنه هو يبطل العادات الغلط صح وهعلمه إزاي ينزل صح إنه هو ياخد كمية البروتينات الكافية إنه هو يلعب رياضة وقته قد إيه يأكل قبل رياضة إيه يأكل بعد رياضة إيه يأكل كمية معينة بنوعيات معينة صح كده ما نوصلش لدرجة الخوف إن أنا زيت في الوزن عشان كده دايما دايما أي حد بذلك في الأوزان الكبيرة نحاول نتابع دايما مع طبيب التغذية ما يكونش فيه فقد في الفيتامينات بتاعته أغلى من الناس شعري بيقع جسمي زي ما حريك قلت بيقصدره نقص كل حاجة فإحنا في الحالة دي نحاول نستشير طبيب نفسي ده مهم جدا 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 عشان حيطة الخوف دي تتجي تروح بس الطبيب النفس مش هيحافظ على وزنه ولا هيخليه ينزله تاني هيحاول هيتكلم معي هيتكلم معي وهايامل معي يبقات زي ما قلت تيمور كعمل متبادل لازم هو هيرجع لي تاني طبيب نفسي ويرجع لاستشاري أو أخصائي تغذية لازم لازم عشان يعرف إيه المجموعات أصل الخوف طب انت خايف تاكل إيه يعني هو لو كان معينا وكان من أنا عايزة بس أسأل انت خايف تاكل إيه وخايف تاكل إيه مش خايف يأكل هو خايف يرجع مرة عشان مش عارف إيه هو الأكل الصحي اللي هو ممكن ياخده مش عارف كمياته صواراته الحرارية احنا طبعا جاوبنا على أستاذ محمد يريد أن تكون عندك متابعتين دكتور نفسي ودكتور تغذية علاجية دكتور النفس هيديك سابورت سيكون تكسابورت ويقول لك ان انت طبعا مدام نزلت إن شاء الله ما فيش خوف انك انت ومش هترجع تاني لو انت مشيت على عادات صحية سليمة زي ما قالت الدكتور الشايماء في بداية الحلقة نرجع ونقول للناس المشاهدين السادة المشاهدين ايه هي الأطعمة أو الأغذية أو المشروعات اللي بتزول الجهاز المعاعة عن الكورونا بس هنخسل إيدينا باستمرار ما نحطش إيدينا على يعني لأي غشاء مخاطي سواء في الفم أو الأنف ودي الأطفال دايما بيعملوها وإحنا بنعملها بشكل غير تلقائي يعني فنحاول نخلي بالنا نخسل إيدينا قبل الأكل بعد الأكل نخسل الأكل والخضار كويس ما نحاولش نلامس أي حد عنده عدوى بالظبط كده أي أدواته وذب الصحة هدلوقتي أعلنت إنه نخلي المسافة ما بين الناس متر على الأقل كلم لأنه بتنقل عن طريق الرزاق وفي على السوشيال ميديا دكتور الشايماء مش عايز أقولك التوصيات وتعليمات والفيروس بيقع 12 ساعة على المطقل المعدنية أيوة وكم ساعة على اللي هيخد في المقاط أنا مش عارف والملابس مش عارف أربع ساعات الأطنية الحاجات الحقائق كان غير طبيعي من التعليمات وفعلا ده يعني عايز أقول مجهود جبار تشكر عليه وزارة الصحة اللي أن بعض الناس تحدثوا ألك مخبيين ومقلأ في شفافية برعاية السيد رئيس الجمهورية تم إنشاء موقع كامل على الفيس ادخل عليها على الموقع ده يدي كل داتا كم المعلومات عن الفيروس أي حاجة عايز تعرفه عن الكورونا الأعداد اللي أصيبت والله شوف إياك الحمد لله رب العالمين ربنا يعافينا وعافي الشعب المصري يا رب يحفظ مصر دايما إن شاء الله بس دايما بأمين فإحنا نخلي بالنا بس من الحاجات اللي هي البسيطة دي دلوقتي المدارس والمؤتمرات والندوات ابتدت خلاص لغوها عشان محصلش مخلطة للأعداد والرحلات اللي في المدارس بالذات والأطفال فده شيء كويس جدا ومفادرة كويسة من المدارس لو حد عنده بالزبط نحدد الأماكن للناس ما تختلطش أكتر بالزبط حفاظ الغيات للفيروس ما يندسر إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله بإذن الله وحاول دايما تفهمين في حاجة في حاجة إنه ما حدش يطلع سيدنا عمر بن الخطاب لما انتشر الطعون فقالوا له كان مسافر الشام أيها فرجع تاني مريش السافر فالصحابي بيقول له أتهرب من قدر الله فسيدنا عمر رد عليه قال له أهرب من قدر الله إلى قدر الله هنا قدر الله وهنا قدر الله تمام ما نحاولش بقدر الإمكان نروح للأماكن المزدحمة لو حد بيمر بأي أعراض برض هم يقلقش ولا يخاف بس بلاش ينزل عشان احنا تكلمنا دلوقتي عن المناعة الوقاية خير من الملاج الوقاية بالضبط كده فلو احنا وقنا نفسنا مش هنقدر لأن أنا دلوقتي عندي برد تمام هنزل فهعدي حد مناعة قليلة نبدأ بقى نتكلم عن المناعة والأغذية تمام حلينا دلوقتي نقول أن أي حد مناعة قليلة لازم نحسن أنا مبسوطة بانتشار الفيروس على الأقل كل الناس بطادي التخبال اللي عنده أنيميا بقى يجي العياد اللي عنده مشاكل في الغضة الضرقية وده لازم يفهمه يعني بصعب قوم من عند قوم من فوائده طبعا اللي عنده مناعة لازم نقولك معلومة بتاع اللي عنده أنيميا علم الإتشار الكبير أول بيتكلم عن التخذية بيقول إيه دقاء بيقول ثلث الطعام يكفل ابن آدم أن يعيش والثلثين الآخرين يعيش عليه الأطباء أيوة اللي عنده مشاكل في الغضة الضرقية هو عنده نقص مناعة اللي عنده أنيميا هو عنده نقص مناعة كبير السن بلسمرد الكلا ومرد الكبت أي أمراض اللي هي الكورونيك ديزيز اللي احنا بنقولها الأمراض المزمنة مع كبير السن هو برضه عنده نقص مناعة نزود بقى مناعتهم إزاي نزود مناعتهم إزاي أول حاجة طبعا لو فيه أي مشكلة طبية فنلازم أعالك بناء على التحاليل وبناء على أشوف المتابعات بتاعتي فده مهم جدا وبتجت الناس أظن عندها وعي يعني الأطباء بقى ليهم رزق دلوقتي اللي عنده أنيميا يروح يتعالك واللي عنده أي مشاكل بيروح يتعالك عشان بيخاف لكن عايزة أذكر الناس إن بلاش الحاجات اللي طالعة والأدواء بتادي التقلم من السوق الحاجات اللي بترفع المناعة أنا ما يفعش أعمال على بطول أخذها بدون سكر أسماء على فكرة ده حاجات طبيعية يا دكتور اللي هتكلم عنها هنتكلم هنتكلم عن الأخذات الطبيعية أنا عندي قاعدة سابتة بتقول في الدواء بالذات بصفة طبيب يعني بولي كل دواء سم إلى أن يثبت العكس ببصلح به شيء ببوز بحاجة تانية بصلح مثلا أنا ما زي ما بتقولي ببوز ببوز معي ده نخلع عظام كبد كلا مواد كيميائية محفوظة للأسف الجسم لا يستطيع التخلص منها طب ما خلينا في الطبيعي في ربنا العودة إلى الطبيعة الامتصاص من الأكل الطبيعي أفضل من يوم مرة من الامتصاص من مكاملات الغذائية حقيقي يعني فعشان كده نحاول وده اللي احنا قلنا عليه الهرم الغذائي ونلم في كل المجموعات الغذائية أول حاجة ترفع المناعة نزود المناعة إزاي نزود المناعة إزاي فيتامينات كل الأكل اللي هنقوله دلوقتي اللي بتحتوى على الفيتامينات الكتيرة البروتين أهمها غني بالزينك أنواع الفيتاميات المهمة في المناعة إيه وغني بالحديد البروتين ده أساس المناعة تمام يعني دايما نخلي بنى من الأطفال في كمية البروتينات اللي بياخدها كبار السن وبناء الجسم فالبروتين ده وغني بالزينك تمام وده من أحد الحاجات اللي هترفع المناعة عندي شوي هنتكلم كمان عن فيتامين سي فيتامين سي عندنا في البرتقان عندنا في البروكلي عندنا ورخيص البرتقان دلوقتي الناس لو شب عصير برتقان كل يوم خلاص يعني في بدايل في لامون في برتقان برتقان تمام الحاجات الثانية في جوافة فيها فيتامين سي الحاجات الأخرى البروكلي بروكلي يعني مش شرط الحد أنا مش بحب ده احنا ممكن ننوع كميات أكلنا أو نغير عشان منها تتعودش على حاجة ونزهق منها بالظبط كل الفكهة وكل الخضار الغني بالمناعة أحصله كويس بيقوي جهاز المناعة تمام فيتامين دال في ايه وما الناس أستعرف فيتامين دال موجود في ايه فيتامين دال لازم أتعرض للشمس ده رقم واحد واحد صفار البيت موجود فيه كل الأكل يعني اللبن موجود فيه فيتامين دال بس هو أساس أن أنا أتعرض للشمس للشمس فدايما دايما الناس اللي قد تأخذ بالها من حياتة نقص فيتامين دال فالناس بتعمل تشكف دلوقتي كلهم على فيتامين دال وحضرتك اللي لزلة الفترة اللي فاتت الناس اللي وخاصة بدأوا يشوفوا الستات اللي يقول لك يعني عندي سخوط في الشعر والبشرة مش هتكلم عليها عشان دي فيها مناقشات كتير بس هو مهم طبعا طبعا مهم جدا بغض النظر بقى عن الحاجات اللي بتحصل فيه مهن نتعالج بقى محن عشان كده قلنا تحليل محن عشان كده قلنا تحليل محنش ياخد أي مالتي فيتامينز أو أي مكملات غذائية غير بعد التحليل الدوري بتاعته تمام كل الأكل ده دايما كده بقول نوعه ألوان الخضر والفكة يعني أكل أحمر أكل أغضر أكل حاجات صفرة دي فيها كل الفيتامينات يعني مثلا احنا عندنا الأحمر عندنا البطيخ وعندنا البرقوق عندنا الفراولة تمام الفراولة موجود لك بطيخني السسر الفراولة فيها فيتامينزي برضو آه يعني ما احنا بقى في كل موسم هنلاقيها فيها هنلاقيها صح تمام عندنا الحاجات الصفرة بننصح برضو بالفلفل الألوان المشمش فيه الفواكه المجففة كمان نبدأ ممكن ناخد منها دي واجبة غنية جدا لو واجبة كده في النص سناك حبة فواكه مجففة الحاجات الغنية بالأوميجا ستري ايه لي بيزود جهاز المناع الأوميجا ستري الأسماك موجودة في ايه الأسماك الأسماك أكتر حاجة الأسماك ومش عايزين نقول المكسرات بصفع يعني المكسرات بصفع السوداني السوداني حل المكسرات غالية المكسرات غالية وصل الكيلو مش عارف 300 جنيه السوداني جميل السوداني حلو طب وليه بالسوري ناس كتير بتحب خلينا بعيدا عن الحاجات اللي فيها الديبيتس يعني أو الناس بتقول ده حلو وده وحش عشان ما نزعلش حد مننا ده ماهو خلينا في السوداني أرخص خلينا في السوداني حلو وجميل ده مليان بالأوميجاسرية وممتاز جئ وفيه كمان على فكرة مغنيس وممتاز سيوم بقوي الشعر كمان طبعا السوداني مهم جد دي كل المجموعات الغذائية اللي احنا قلنا عليها كل الفواكه نبعد بقى يعني لما نشرب مياه كويس نبعد عن السكر والملح الزيادة السكر زيادة أو ملح الزيادة هما دولا عدو الماء يعني احنا دايما كده بنقول عدو الماء حاطين السكر والملح وحنا بنسمىهم الابيضين بالظبط جده مع الديه طبعا نبعد خالص 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 بقدر الإمكان عن كميات السكر الزيادة وكميات الملح الزيادة لازم يبقى الملح على الترابيسة الأكل وافضل أعود أغمس بالملح فيه احنا خدنا الملح كفاية من كميات أكلنا السكر نفس القصة عندنا خدنا كفاية سكر الفاكهة خدنا سكر من اللبن خدنا سكر من النشويات بتاعتنا مش لازم أخد سكر أبيض مع الشاي ودي برضو حاجة من عادات الغذائية نسي ده أي حاجة قبل ما نختم على البال أمزية أو الأطعابة اللي بتزود جهاز المناعة عندنا عشان خاطر الخوف والهلع من مرض كورونا طيب نحب نزود كمان نزيدنا عسل النحل لسه ده عسل النحل احنا مش هنزيده ده هو أساس 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 رفع المناعة تمام زي ما قلنا كده الحاجات اللي فيها الأوميجا ممكن زيت الزيتون أخلي توفاح برضو كويس كل الأكل اللي قلنا كل المجموعات الغذائية بألوانها اللي فيها فيتامين ديل وفيها فيتامين هيه والله الكلام معاك الشيخة بكرة الشيناعة وفيها زينك معلشة مش عايزة أعطى عليك لكن احنا وقتنا محدود في البرنامج وكان نفسنا ناخد أكتر أكتر ونستغلك أكتر 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 أستاذ المشاهدين لكن نضطر غصب العننا بنختم الحلقة بتاعتني الوقت بتاعة الهوى خلص بلا شك إن المعلمة والطبيب كلاهما لا يكرمان إذا لم يكرمع لا ينفعان إذا لم يكرمع فازفر بداعك إن أهنت طبيبه وازفر بجهلك إن أهنت معلما لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغطر بطيب العيش إنسان هي الدنيا كما شاهدتها أمم من سره زمن ساءته أزمان أعزائي وأحبائي مشاهدي قناة الصحة والجمال نشكر وبشدة الأستاذ الدكتورة شيماء فتح الباب تتشاري التغذية العلاجية بمستشفى الشرطة بالعجوزة دبلومة التغذية العلاجية من معهد التغذية عدو الجمعية الأبدي الأوروبية للتغذية العلاجية سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم مع الأسبوع القادم لقاءنا المتجدد صالون الصحة والجمال السلام من الله عليكم ورحمة المهدات من لدنه وبركاته ترجمة نانسي قنقر